السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخير واليوم معنا لكم نستكمل معكم ذلك الموضوع الذي دائما نفسر فيه بعض الكلمات أو نوضح بعض الكلمات التي لها معاني لأن البعض قد لا يعرفها وخصوصا جيل اليوم ما يعرف هذه الكلمات ومستحيل يعني يقعد يتفكر فيها وهي كلمات عامية قديمة للآباء يقولونها وهي كلام لها معنى وكلام له معنى حتى في اللغة العربية برضو فأحنا الآن نقول مثلا نقول شعبط أنا الآن ذح في المزوم هذا أتشعبط هذا المزوم ذحنا الآن متشعبط فيه أي متمسك يعني أتشعبط بمعنى أتمسك هذه معنى كلمة شعبط مشطة بكسر المين وتشديد الطاء يعني تعني حبل مشطة يعني تكسر المين مشطة تكسر المين وتشدد مشطة وتكسر الطاء تشدد الطاء يعني تكسر المين وشد على الطاء يعني يقصد بها حبل حبل اللي تحمل بوم قصب هذا قصب يعني هتم بشطة قرب للمشطة حمل لأربعة ذر عام لم يقصب ذلك. خلص هذه معناها. ولا غيرها لتلف ولا الدو. طيب. سجف عم سجف? حتى في اللغة العربية وفي الشعر. عم سجف هنا بكسر السين. سجف. وكسر الجيم. مقصور السين والجيم. ويقصد به الجدار المصنوع من الخشب. حق زمن مولين. حقا الله يرحمهم ويعافي من بقي. فم سجف هذا. وقال الشعر عن السجف. يعني حتى في اللغة العربية السجف موجودة السجف. لا كنت يا زمن الأوهام من زمن أرخى على النأس من ظلمائه سجف. يعني شوف الآن المعنى اللي يعرف الشعر ويعرف معناه. يعني أن زمن أوهام أرخى على النأس من ظلمائه سجف. يعني مثل السجف جعل الظلم والجهل وما إلى ذلك. فإن هنا السجف في اللغة العربية. كما قال الشعر. لا كنت يا زمن الأوهام من زمن أرخى على الناس من ظلمائه سجفة فالسجفة في اللغة العربية اللي هو الساتر وفي اللغة العامية وزمان يستعملونه اللي يسويونه من جدار من الخشب والحشيش عشان يسطر العائلة داخل طيب هوش بمعنى قطيع مما يمتلكه الإنسان من حيوانة غانام باقار ضان وما إلى ذلك طيب نأتي إلى بخش أم بخش هذا عندنا نقول له الفحم بخش فحم اللي متعارف عليها اليوم شويد شويد بكسر الشين والواو بمعنى مدلل فلان شويد أو بنفل لون والله شويد يعني بكسر شويد 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 بكسر الشين والواو ولكن نقصد به الولد المدلل شويد طيب خفق بكسر الخاء والفاء وتعنى مدلل ومالو مدلل زيادة ومتدلع يعني فيه تدلل مع دلع زياد خفق بكسر الخاء والفاء خفق خفن خفن آسف خفن بكسر الخاء والفاء ويقصد به المتعفن هذا عين له هذا متعفن الأكل اللغة خفن عين له هذا الأكل عين له خفن وخضري خفن يقصد به الأكل المتعفن أو الشي المتعفن واتلكم تحياتي ما بطول عليه خفر شكرا